تم إقرار التعديلات الخاصة بمشروع قانون الاستفتاء على الدستور الدعم للبلاد لم يصدر بعد ولم يحل إلى المفوضية العليا للانتخابات الحديث هنا عن قانون الاستفتاء بعد إحالة مشروع الدستور من الهيئة التأسسية لصياغته إلى من أطلق على نفسه الجهة التشرعية في البلاد مجلس النواب فبعد عدة أشهر من إحالته بدأ إصدار القانون من عدمه يطفو على السطح من خلال ردود فعل تباينت من الأطراف السياسية في المشهد عضو المجلس الأعلى للدولة عبدالجادر حوالي وفي تصريح النباء حمل البرلمان مسؤولية التأخير في إصدار القانون على الرغم من أن الأعلان الدستوري في مادته الثلاثين المتعلقة بقانون الاستفتاء لم تنص على إحالة المشروع للمجلس التشريعي لإصداره وتمريره للاستفتاء ومن هنا جاءت مطالبة حوالي لمؤسسات المجتمع المدني بالضغط على البرلمان والأجسام السياسية لإحالة المشروع مباشرة إلى المفوضية العليا للانتخابات أو مطالبة الهيئة والمجلس الرياسي بإقرار مرسوم لتنفيذ ما جاء به الإعلان الدستوري عضو الأعلى للدولة دريس بوفايد علق هو الآخر قائلا إن مجلس النواب فاشل في إصدار قانون الاستفتاء في جلساته بالرغم من المهلة الأممية له للالتزام بهذا الاستحقاق المصري التي تنقض الخميس المقبل دعينا الشعب إلى الخروج في مظاهرة نامام البعثة الأممية لمطالبة مجلس الأمن بالضغط على مجلس النواب لإصدار القانون من خلال إحاطة سلامة أمام مجلس الأمن الخميس ليبقى أمل الليبيين معلقا بين الاستفتاء على دستورهم للدخول في مرحلة ديمقراطية جديدة قبل نهاية العام أم تستمر معاناة تمريره خاصة بعد تصريح المفاوضية بأن الانتخابات لن تكون هذا العام في حال استمرت العرقيل ما يجعل حظوظ الليبيين في نجاح هذا الاستحقاق ضعيفة بعد توالي المقترحات التي تجعل من خيار إجراء الانتخابات مستبعدا